السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن الضعفاء والمساكين الذين يعتبرهم الإسلام كنزا وليس عالة وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم من يتأمل نظرة المجتمعات للناس الضعفاء والفقراء والمساكين في الغالب يرى بأنها تتسم بنوع من التنقيس والإزدراء والتكبر عليهم لأن هؤلاء الضعفاء والمساكين لا قوة لهم ولا نصير وحينما جاء الإسلام غير هذه النظرة اتجاه الضعفاء فأحاطهم بسياج من الرعاية بل أثبت أن لهم فضل على المجتمع لأنه في أوقات الأزماء يكون الضعفاء والمرضى ودو الحاجات قد يكونون عالة وعبءا على المجتمع لكن حقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى جعل معهم البركة وجعل معهم فتح أبواب الرزق بل وجعل معهم النصر والتمكين وننظر إلى هذا الحديث النبوي الشريف يبين لنا أسباب النصر وأسباب الرزق وأسباب تقدم الدول فمن أسبابها هو مدى العناية والرعاية بالضعفاء والمساكين والفقراء والأيتام ودو الحاجات في إحدى المعارك الحربية التي عقدت في عهد الإسلام وشارك فيها الجنود من الفرصان وشارك فيها أيضا بعض الضعفاء ولما انتهت المعركة شرع النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم التركة وتقسيم الغنائم ولحظ الكثير من الفرصان أن النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ما بين الفارس القوي وما بين الضعيف والشيخ الهرم فقام بعضهم منتقدا لم يعجبه هذا التوزيع ولا هذه القسمة جاء في الحديث أن سعد بن بأوقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه في هذه المعركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم المراد بأن سعد رأى الفضل يعني أراد الزيادة في الغنمة رأى بأنه أفضل من غيره والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على التواضع وحتى على نفي الزهو وحتى على أنه قد يكون ذلك الضعيف والفقير أحسن منه في المقام فتركه طلب منه عدم احتقار الإنسان جاء في الحديث أن سعد قال يا رسول الله أرأيت رجلا يكون حامية القوم ويدفع عن أصحابه أيكون نصيبه كنصيب غيره فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا تكلثك أمك يا ابن أم سعد وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم فسعد كان من شجعان الصحابة والمعركة يحضرها الأبطال الأقوياء ويحضرها أيضا ضعفاء النفس ويكونون في آخر الصفوف فأعلمه النبي الكريم أن سهام المقاتلين سواء فإن كان القوي يترجح بفضل شجاعته فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه أي ليس النصر وإدراء الرزق إلا ببركة هؤلاء الضعفاء وقد تعدت بركة الضعفاء ليس فقط في المسائل الحربية بل في المعاش اليومي للناس فالضعيف قد لا يستطيع أن يكفل نفسه أو يسعى على رزقه فيكون الرزق على الساعي عليهم واسعا ببركة هؤلاء الضعفاء أي أن الذي ينفق على الضعفاء هو يكسب الرزق ببركتهم فقد جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغوني في ضعفائكم فإنكم ترزقون وتنصرون بضعفائكم معنى أبغوني أي أطلبوا رضاي في ضعفائكم تقربوا إلي بالتقرب إليهم وتفقد أحوالهم والإحسان إليهم ثم أضف النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم فالمعنى إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم أي إنما تمكنون من الانتفاع بما أخرجنا لكم ويدفع عنكم البلاء والأدى بسبب وجود ضعفائكم بين أظهركم وأيضا بسبب رعايتكم لهم وأيضا ببركة دعائهم هذه الأحاديث وغيرها كثير تعطي للضعفاء والمساكين ولدوا الحاجات فضلا وشرفا كبيرا عند الله تم السر في ذلك السر في ذلك أن الضعفاء والمساكين قد يكونون أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خضوعا في العبادة فالضعيف إذا رأى عجزه وعدم قوته استكان لربه وتذرع إليه فيستجيب الله دعاءه بخلاف القوي فإنه يظن أنه يعتمد ويعول على قوته فيكيله الله إلى نفسه على قدر عجبه بذاته وقد يكون ذلك سببا في خدلانه فلماذا كان الدعاء الفقير ودعاء الضعيف والمظلوم ودوي الحاجات أرجى بالقبول من دعاء غيرهم لأن الفقير والمريض والمظلوم والضعيف يشعرون بتخلي جميع الأسباب المعين لهم فيزدادون افتقارا واضطرارا ولجوءا وتضرعا إلى الله عز وجل وكل من كان متضرعا إلى الله إلا وأمده الله بالقوة وفتح له أبواب البركة معنى هذه الأحديث أيها الأحبة الكرام أن العناية بضعفاء الأمة والاهتمام بهم هو سبب من أسباب نزول النصر على العباد وهذا العناية تشمل تقديم المساعدة إليهم من تقديم الطعام إن كانوا جياع وتقديم الدواء إن كانوا مرضى وتأمين المأوى والمسكن إن كانوا مشردين وتأمين التعليم إذا فقدوا أدوات العلم ووسائله طبعا هذا النصر لا يتحقق إلا باستجماع أسبابه المادية والمعنوية الملموسة فالنصر لابد أن يكون له أسباب وهذا هو المشار إليه في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ففي المعارك لابد من الإعداد إعداد للقوة والإعداد لكل الوسائل التي بها يحرز النصر الوسائل المادية ذكر منها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الرمي وبناء الحصون والجسور وتربية الخيل وإعداد أدوات الحرب لكن حقيقة النصر هو ليس بكثرة العدد والعدد حقيقة النصر أنه من عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي المدد كما قال عجز وجل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم لهذا أدب الله تعالى صحابة نبيه وهم خيار الخلق في غزوة حنين لما أعجب بعضهم بكثرتهم وعدتهم وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة قالوا هذا الكلام بإعجاب فوكلوا إلى هذه الكلمة وكما تعلمون كانت الهزيمة في الإبتداء في غزوة حنين وفر معظم المسلمين من الميدان واشتدت عليهم الأزمة حتى ضاقت عليهم الأرض على رحبها وسعتها ثم ولوا منهزمين لكن لما زال عنهم العجب وعرفوا ضعفهم وتضرعوا إلى باريهم هنا الله تعالى أنزل عليهم السكينة وأنزل جنودا من عندهم يتبتونهم ويبشرونهم حتى تحقق الحق ويوم حنين ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا إلى أن تضرعوا إلى أن استكانوا إلى مولاهم هناك بعث الله الجنود وما يعلم جنود ربك إلا هو هكذا علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الضعفاء هم كنز في المجتمعات وليس عالة هناك من ينظر إلى الضعفاء والمسكين والمرضى والمحتاجين ودوي الحاجات يعتبر بأنهم عالة على المجتمع وأن المجتمع ينبغي أن يصرف لهم المال ويقدم لهم المساعدة لكن نظرة الإسلام لهؤلاء قال لنا بأنهم كنز وليس عالة لأنهم بهم نتقوى وبهم تتنزل البركات وهذه النظرة تجعل المجتمع بتلاحم أن ينصر قويه بضعيفه والضعيف يدعو للقوي بالمزيد من المدد ويدعو للغني بالمزيد من الرزق لهذا العلماء قالوا لما يكون هناك جفاف ولما يكون هناك قحط لابد أن نخرج للإستسقاء ويقدم الضعفاء لما يخرج الناس إلى الإستسقاء يخرجون وهم متبدلين في لباسهم يلبسوا لباسا رتا ويقدمون الأطفال والنساء والأرامل ودوي الحاجات والضعفاء لماذا؟ لأن هؤلاء يكونون أقرب إلى الله بالدعاء لما يدعون انتفت عليهم أسباب التمكين في الأرض وليس لهم من وسيلة يعتمدون عليها سوى أن يمد أيديهم إلى الباري فيكونون إلى الإخلاص أقرب وإلى التدرع أقرب فيستجيب الله تعالى الدعاء وفي موضعنا آخر أيها الأحبة الكرام عن هذا الموضوع أنما تنصرون بضعفائكم وترزقون بفقرائكم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يجتمع مع الصحابة الضعفاء يجتمع مع الفقراء دوما إذا رأيت النبي الكريم تجده يجتمع مع هؤلاء ومرة جاءت بعض القبائل التي فيها أكابر قريش وهم من المؤلفة قلوبهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعرض عليهم الإسلام وأعلهم يقتنعون قالوا يام محمد أطلع علينا مما تزعم أنه قرآن وسوف ننظر إذا اقتنعنا بذلك فكان النبي الكريم يفسح لهم المجلس ولكن كانوا قد وجدوا النبي الكريم مع صحابة الضعفاء من المؤمنين وجدوه مع صهيب الرومي وبلال الحبشي وعمار ابن ياسر وخباب ابن الأرط هؤلاء من الضعفاء والفقراء كانوا دوما يتحلقون حول مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به ويستمعون إلى الأحاديث ويحفظون عنه القرآن فلما جاء هؤلاء الأكابر من قريش قالوا يا محمد إن نريد منك أن تجعلنا مجلسا لوحدنا بعيدا عن هؤلاء الهامشيين عن هؤلاء الضعفاء نريد للعرب أن تعرف فضلنا ومكانتنا فإن وفود العرب من الزعماء والكبراء يأتونك فنستحي أن تران العرب مع هؤلاء العبيد وهؤلاء الضعفاء ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعله؟ إنه ينتظر الإشارة من السماء فجاءه الوحي الإلهي في اللحظة ونزل عليه جبريل عليه السلام بقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زدة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه أي محمد إجلس مع هؤلاء الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشية هؤلاء العباد سواء كانوا فقراء أو أغنياء أقويا أو ضعفاء لما سمع النبي الكريم هذا الكلام تبت في موقفه ثم ازداد القرآن ينزل عليه يؤكد إياك يا محمد أن تطرد هؤلاء الضعفاء من مجلسك إياك يا محمد أن تزيح عنك هؤلاء البسطاء من المسجد ومن المجالس إياك نزل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين فتطردهم فتكون من الظالمين فإذا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم ويعنق هؤلاء الضعفاء يعنق سهيب الرومي ويعنق بلال الحبشي ويعنق خباب ابن الأرط ويعنق عمار بن ياسر ويقول هؤلاء الذين عاتبني ربي فيهم هكذا صار النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه يقول إنما تنصرون بضعفائكم وترزقون بفقرائكم نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن رسولا إلى فئة من الناس بل كان رسولا لكل الناس كافة للأسياد والعبيد للفقراء والأغنياء للرجال والنساء للعرب والعجم بهذا قال ربنا عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونديرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون إلا أنه صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته العطرة رأيناه أن نتعاملهم مع الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام ودوي الحاجات والاحتياجات كان له تعامل خاص معهم كان يعيش معاناتهم كان يقضي حوائجهم كان يزور مرضاهم كان يجهد جنائزهم وكان يواسي فقرائهم ويرحم ضعفاءهم وكان في وصف الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأنف أن يمشي مع الأرملة ومع المسكين فيقضي له حاجته لهذا أيها الأحبة الكرام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أوصان بالرحمة بالفقراء والضعفاء والخدم والعبيد وأوصى برحمة الأيتام وكفالتهم وإصلاح أحوالهم وبهذا نعرف ما يتحقق للأمة من مصالح إنما ذلك من ألطاف الله إنه من ألطاف الله عز وجل ليس هذا النصر هذا التمكين من حذق ومهارة المهرين وإنما لعله من بركة الضعفاء الخاملين لأن هؤلاء الضعفاء ضعفهم ليس اختياريا هم لم يركنوا إلى الكسل لأن الكسل مدموم ولكن هم ضعفاء لأن الله تعالى لم يعطيهم قوة في خلقتهم ولم يعطيهم قوة في رأيهم أو في أجسامهم فوسبحانه وتعالى خلقهم هكذا وهم يكونون أقرب إليه من حيث التدرع ومن حيث الخشوع ومن حيث الاستكانة فكان ربنا عز وجل يعطي الكثير بسببهم نسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يرزقنا التراحم فيما بيننا أيها الأحب الكرام سوف نفتح خطوطنا الهاتفية لاستقبال مكالماتكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 نبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل فابقوا معنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله